شباب الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهاردة موضوع مهم قوي اللي هو خاص به وده مثال لانك توجد الجزء ده مش هيبقى عليه ويت كبير في الفاينال اجزام هيبقى عليه مثلا سؤال او اتنين يعني عليه في حدود اربع اربع درجات بس انا يهمني انك انت تفهمه لانه من الكونسابتس اللي مشهورة جدا وبيعالج المشكلة الكبيرة بتاعة الكونتينيوس راندم ذاريابلز يعني المتغيرات المتصلة بأكد تاني ان شابتر ثري مهم من الشباتر المهمة جدا اللي انت امتحنت فيه المترم بتاعك رجاءا حاول تحل تاني جدول كبير لان في الفاينال هيجي لك جدول كبير ويمكن انا وريتك المرة اللي فاتت النقطة دي فذكروا كويس لان ده انت معرض ان يجي لك سؤال محترم عليه اما اتكلم على شابتر سيكس شابتر سيكس بيكلم او بيعامل النورمال ديستريبيوشن النورمال ديستريبيوشن وهو بيطلق عليه بالعربي التوزيع الطبيعي يعني المساحة تحت المنحنة بتساوي واحد point five to the left and point five to the right دي نقطة مهمة اوي طيب النورمال ديستريبيوشن ده كمان فيه ميزة كبيرة اوي it's a symmetric distribution يعني ايه symmetric distribution يعني المين equal to the mode equal median التلاتة بيساوي بعض and they are coincides on each other in the middle of this shape اهم شيء تتخلي بالك منه ان المساحة تحت المنحنة هي بتساوي يعني المساحة اللي موجودة ايه بصوا شايف يا مصطفى الحتة اللي انا بشاور عليها دي الجزء ده اللي هو بين الكارف وبين الاكس المساحة under the curve هي الprobability هي الاحتمال طيب بتتحسب ازاي؟ بتتحسب عن طريق tables هعيد قوي تاني الجزء بتاع الprobability area under the curve يعني من اول negative infinity لبصدف infinity بتساوي one ليه بتساوي one؟ لان المجمل بتاع الprobabilities بيساوي one مجموع الاحتمالات بيساوي one وده احنا خد نافشة بترفور خلي بالك ان الشكل symmetric which means ان النص اللي في اليمين يعني من عند اول اكس بردي للright side ده الarea under the curve بتساوي point five طيب from اكس بر ولزا زت لغاية negative infinity الاريا هنا بتساوي point five يبقى point five plus point five it's gonna be it's gonna be one هتبقى بتساوي واحد وده شوء جزء مهم جدا 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 فوق ما تدخيله طيب لما انزل افتكر المرة اللي فاتت قلتلك ان الcontinuous random variables او الcontinuous probability distributions بتعتمد على ما يطلب عليه probability density function دي المعلومة الوحيدة لان دي تالي ده شكل probability density function الخاصة بالnormal distribution بعض الفيلز الاخرى بيستخدم integration methods يقدر to evaluate الarea under the curve لكن احنا بالنسبة لناس كتير قوي هنعتمد على standard normal distribution خلي بالك كل كلمة count يعني هنعتمد على الشكل الاساسي بتاع normal distribution قبل ما اخش في النقطة ازاي بحسبه حاجة سهلة قوي لازم يبقى عندك خلفية عن الحاجات اللي بتتحكم في normal distribution كل العيلة بتاعت normal distributions يعني كل الاشكال بتاعت الكيرفات اللي انت شفتها بتبقى characterized by their mean and variance بتحكم فيهم بالmean والvariance او المين والstandard division لان طبعا انت عارف ان الstandard division هو هو ال square root بتاع الvariance يبقى تاني ال entire family of normal distributions are characterized بحكتين بتتحكم فيهم بحكتين او بيتعرفوا بحكتين المين and الvariance او الstandard division طيب بالنسبة number two the normal curve is a symmetric distribution in other words the skewn is coefficient is equal to zero يعني هو شكل symmetric ال skewn is coefficient بتاعه بيساوي zero وده معناها ايه ان المين بيساوي المود بيساوي المدينة نقطة كمان الstandard division بيدetermine the flatness of the curve يعني ايه عبد الرحمن يعني ايه يا مصطفى يعني زي ما انت شايف الشكل ده اهو زي لو يعني ايه convex كده من الوسط الشكل بتاع الارتفاع اللي في الوسط ده ينفع ينخفض يعني بص على حركة ايه دي اده normal distribution تاني بس ال peak اقل كلما الstandard يزيد كلما الشكل ده هيتفرد اكتر بالنسبة لل x الافقي يعني هينزل لتحت كلما الstandard division يده يبقى اقل هيبقى مور قريب اكتر ويبقى ال peak بتاعه اعلى ده اللي مكتوب عندك بالنسبة لل three main points دول طبعا يقولك صح وغلط او يقولك multiple choice اهم واحدة في التلاتة دول انه symmetric نقطة التانية ان entire family of normal distributions بتحكم فيهم بالmean والstandard division يعني المين والvariance الاثنين المهم ان في مين وانا بحتاج يا standard يا variance الاثنين بيكملوا بعض طيب الجداول اللي انا هاعتمد عليها عشان اوجد الprobability بتاعة normal distribution هي كلها tables الخاصة بالstandard normal curve مين هو الstandard normal curve او الstandard normal probability standard normal curve هو واحد من الكيرفالت بتاعة normal distribution مميز جدا ان المين بتاعه بيسوي 0 والstandard بتاعه بيسوي 1 تاني التابلز اللي انت هتشوفها كمان شوية التابلز دي اللي انا هاعتمد عليها في الحسادات بتاعة normal distribution وهذه ما موجودة معاك في final exam بتعتمد اعتمادا كبيرا على النورمال standard normal curve او هي بتاعة standard normal curve standard normal curve ده المين بتاعه يعني الميو بتاعته بتسوي 0 والstandard ب1 بس طبعا الحالة دي لا تنطبق على كل المسائل اللي احنا بنشتغل عليها بل على العكس كل المسائل بلا استثناء لا المين بيسوي 1 0 ولا standard بيطعب 1 طب امال انا بعمل ايه بستخدم the value which is the key for the normal distribution ده المفتاح اللي بيحول اي ارقام للقيم المناظرة للصفر والواحد اللي هما بتوع المين والstandard من الاخر ده الكي اللي انا بستخدمه عشان اكسس النورمال ديستريبيوشن خلينا ناخد الستبس على مسألة كويسة قبل وهتجاوب لك على كل حاجة لو فهمت انت فهمت الجزء بتاع النورمال ديستريبيوشن قبل ما اخش فيها عايز اأكد عليك تاني ان الاريا under the curve الاريا under the curve هي البروبابيليتي مش كده بس النص اليمين ده ببوينت فايف والنص الشمال ده ببوينت فايف مجموحهم على بعض يساوي وان تعالوا باندي مهمة تعالوا بقنا بص على المسألة دي دي مسألة standard هتعرفك ازاي بمشي لستبس بتاعة النورمال دستريبيوشن قبل ما ابدأ دلوقت هل فيه اي استفسار مع اي حد اي حد عنده اي استفسار ها كله تمام شباب سمعيني حال امشوا معاي step by step خطوة بخطوة خالص المسألة دي لها سيناريو بص عارف هي متاخدة طبعا من سيناريو او من قصة في بعض الدول بتعتمد على الميل على الخطبات طبعا ده انقرض عندنا في مصر انت ممكن يوصلك حساب من البنك يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتوصلك حسابات من البنك ممكن يوصلك حسابك في البنك مثلا عن طريق البريد وطبعا دي اشتغالة من البنك ما تزعلش مني يعني اشتغالها من البنك عشان بيخصم منك 30 جنيه في الشهر فكل 3 شهور هيروح واخد منك 140 جنيه وما تقدرش تبغيها بسهولة الفكرة كلها انه بيبعط لك الحساب يعني المهم ما اقصده ان بيبعط لك خطاب من البنك ده متوارف عليه في مصر البنك الاهلي بيعمل كده بنك مصر بيعمل كده عشان تبقى حجة يخصم بيها الفلوس اللي هو بيخصمها نتيجة الادارة بتاعت البنك او او تذر وبالتالي دخول الناس اللي بتسالف البنوك عالية جدا لانه له مصادر كتير قوي من اهمها النقطة اللي انا بكلمك عليها الناس بتاخد الستيتمنت ده وعلى طول بتداشت يعني الامريكان بقى هم اساتزة اللعب اللي انت شفته ده فانت البروموشنز بتوصلك على البيت عن طريق الميل لو في محل جديد فتح بيبعت فلايرز على البيت على الميل باكس بتاعك لذلك اي حد موجود في امريكا بيسألك على زيب كود او بيسألك يعني لو انت بتحدد مكان ما او بتكتب ادرس بتحط فيه البوست القود او بتحط فيه زيب كود ليه لان البلد ايما على الميل بشكل جدد فانت كل شيء لترالي بيذكر فيه اسمك بيوصلك تطبع البيت يعني الهلسة انشورنس بيبعتلك جوابات باستمرار الانشورنس بتاع العربية او بتاع البيت او بتاع اي حاجة بيبعتلك مجرد ما يعمل اي حركة موجود فيها اسمك بيبعتلك نوتيفيكيشن بميل على البيت فكمية الورق اللي بتجمع نتيجة الميل والبروموشنز والادفيرتايزمنت بلا 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 كبيرة جدا حتى ستيل بيوزعه الييلو بلو بوك الكتاب اللي هو موجود فيه زي ايه دفتر التلفونات زمان كده يتوزع عليك كل فترة يبقى ويوصلك البيت طيب ده بيؤدي الى مشكلة كبيرة ان عندك ورق كتير الورق الكتير ده الامريكان مش وستنج ات لا ده هو بعد ما بيبعتك المعلومات دي الناس بتداش الورق ده بتروح وغدا وتروح حطا في مكان ترجع العربيات بتاعت يو بي اس تلم الأورق دي تاني وتخش مصنع وتتعجن وتتحول الورق من قوله جديد وإتصى سايكل خلي بالك السايكل اللي انا بكلمك عليها دي لمعلوماتك يعني هي نجحت في انها تفتح فرص عمل كتير جدا 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 كده انت عندك خلفية كافية عن الاجزامبل اللي انا هتكلم عليها هنا بيقولك بقى ايه كل شهر تقريبا الناس وجدت ان البيت الامريكي يعني كل شهر تقريبا الرجالة دي بتجمع حوالي خمسين باوند اللي هو ما يعادل خمسة وعشرين كيلو من الأوراق الجوابات الحاجات المجلات اللي ما بيقرهاش اللي اللي فبيقولك يعني خلي بالك المتوسط بخمسين والستاندر ديفيجن بفور طبعا كده انا ديت لك مين والستاندر ديفيجن اللي انت بتحتاجهم في النور بايزاك تعمل ايه بيقولك if the household is selected random find the probability that it generates between 47 and 57 pounds per month شوف كده احتمال ان البيت ده يجمع متوين 47 ل57 pounds per month شباب فاهمين انا بقول ايه اي استفسار قالو 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 تمام انت خزمتوني يا جماعة ولا ايه خلي زي الفل انا والله ما قلق منك كل شيء تقولي كله زي الفل وانا بقلق منك رأفط لبا اذا طب يعني تمام متابعني بجد طبعا 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 خلص حل معي بقى المسألة دي خلي بالك ان المين بيساوي 50 والستاندر ديفيجن بيساوي 4 دول اهم نقطتين لازم تخلي بالك منهم على فكرة يا رأفط انا ممكن في الامتحان ما عودش احكي لك الحكيوة دي لكن في الامتحان انا ممكن ادي لك الرمز اللي انا بشاور عليه دلوقت شايف الحتة اللي انا شاورت عليها شايف الجزء اللي بشاور عليه ده ده معناه ان المسألة دي بتشتغل على normal distribution الرقم الاولاني ده المين والرقم التاني لستاندرد يعني عشان ما حكيش كتير انا ممكن اقول لك الprobabilities دي هتتحسب normal عن طريق مين بخمسين وستاندر دي بربعة معايا يا رأفط حلو بص على اول مطلوب عايز اوجد الprobability ان x is greater than 47 and less than 57 على طول كتبتها بص كده كتبت probability of x greater than 47 less than 57 على فكرة يا رأفط هتلاقيني كتبها تاني بس equal greater than or equal less than or equal صح؟ يعني انا كتبها مرتين طب تفتكر انا ليه كتبها مرتين يا رأفط لان normal distribution ما بيحسش بالequal sign يعني مش بيتأثر اذا كانت المسألة فيها equal sign او مش equal sign ما بيأثرش معاها يبا ديه نقطة غاية في الاهمية ان normal distribution ما عندوش اي تأثر whatsoever اذا كانت المسألة فيها equal او not equal ما بيحسش بالحركة دي المسألة دي بتتكلم على the x variable اللي هو greater than 47 وليه than 57 انا هبدأ انقل numbers دي into هبدأ انقل الكلام ده انه يبقى بزي ازاي هبدأ انقله بالz اللي هي الكي بتاع normal distribution بكل بساطة همسك ال inequality اللي انا كبرتها خالص دي وهطرح من x الميو اللي هي المين واقسم على standard division لان الزد بتساوي x minus mu over sigma ابدأ اعمل كده معايا يبقى انا هروح اقايا 47 minus 50 اللي هي المين divided by 4 ده اللي انا كاتبه اهو طبعا اللي انا عملته ده روح تكاتبه جنبه x minus mu over sigma ونفس الكلام في الجانب اللي جنبه على طول اهو 57 minus 50 over 4 اللي حضرقكم شايفينه ده راح على طول developed ان 47 minus 50 over 4 هيدي لك minus 0.75 57 minus 50 over 4 هيدي لك 1.75 يعني ده معناه ده معناه direct ان انت هتجيب ال values بتاعتك من التابل between negative 0.75 و 1.75 حضرقكم تابعيني الا لو ها دعاء متابعيني ها دعاء متابعيني اذا دبتو مصطفى متابعيني فاهم ان عملت ايه انا بالستبس كده مسكت كل رقم من الارقام دي شلت منه 50 وقسمت على فوج اما عملت كده داني فراكشن اللي هو minus 0.75 او 1.75 على فكرة يا رقفط ده لو كانت داني 0.7 4 6 7 لازم ابروكسيميت 2 decimal places فاهم انا قصد ايه يا رقفط يعني لو ده دلك كسر اكتر من 3 ارقام عشرية لازم تخليهم رقامين يا رقفط يعني لازم تجيب first second number لازم يبقوا two numbers فاهمني يا رقفط ده condition ده condition ده شرط قبل ما خش الارقام دي جات ازاي كل اللي مطلوب منك يا رقفط انك تروح ترسم sketch شايف sketch بايه دك تمسك القلم وتروح عامل كده بعدين تيجي في الوسط تروح شادت خط في الوسط كده وتكتب تحتي Z equal to 0 for the right 1 2 3 4 for the left negative 1 negative 2 negative 3 من عند النقطة اللي موجودة في الوسط اللي هي بزيرو خلي بالك كويس جدا هروح جاي حاطت negative point 75 بالتأكيد هتبقى to the left والpositive هيبقى to the right انا عايز اجيب area in between them عايز اجيب المساحة دي لو حسبت المساحة دي من التابل يبقى انا جبت probability بتاعتي شباب متابعيني اعيد الجملة دي تاني مالش دكتور ممكن تجيب تاني تاني امت وصلت معايا رأفط ليه ده ب negative point 75 وده one point 75 نعيد من الاول انا كده عايز اجيب x اكبر من 47 واقل من 57 صح هنسك كل رقم من دول اشيل منه مين واسم على standard يبقى 47 minus 50 over 4 اهي 57 minus 50 over 4 اهو الرقم الاولاني ده طلع minus point 75 الرقم التاني ده طلع one point 75 هروح رايح عامل sketch اللي حضراركو شايفينه sketch ده وهروح جاي عند الناجاتف point 75 اروح عامل علامة وعند one point 75 اروح عامل علامة تاني لغاية كده في اي مشكلة مع احد تمام تمام هبدأ اخش الجدول ارجوك تابعني جدا انا طبعا اخترت ده في الشمال وده في اليمين لان الرقم ده بين ناجاتف والرقم ده بالبصدف المرحلة اللي انا فيها دلوقت عايز اعرفك الارقام عايز اعرفك الارقام دي جات منين اللي انا بعلم عليها دي جات منين عايز اعرفك دول جم منين بصوا بقى شباب همسك الـ .75 وهبص لها اقسمها انت اقسمها لرقم من عشرة ورقم من مية يعني طبعا اقسمها 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 يعني الـ .75 دي انا قدر اقول عليها .7 زائد 0.05 .7 و .05 يعني خلي الرقم اللي من عشرة الوحده والرقم اللي من مية الوحده يبقى كنها .7 و .05 كلامي واضح ها تمام تمام يا رافض حلو جدا تعال معي بقى الجدول بيتعامل ازاي بص على الجدول كويس دي حتة من الجدول طبعا لاحظ ان الجدول في الـ .0 .1 .2 .3 .4 .5 لكن في الهوريزونتا الفوق ماشي 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 وهكذا الرقم اللي انا عايز اجيبه 0.75 يبقى همشي في الـ vertical لغاية .7 وابص على الهوريزونتا الفوق بص فوق لغاية .05 شايفين الرقم اللي انا بشاور عليه دلوقت او .2734 شايفينه اللي انا عملت عليه مربع ده ها شباب معايا معايا الكل واخد باله انا جبت الرقم ده ازاي مسكت .75 خليتها .7 .05 خليتها .7 .05 نزلت في الهوريزونتا .05 .2734 هروح طلع فوق .2734 .3034 كده انا جبت الارية دي .3034 .3034 .3034 .3034 طيب الجزء التاني هجيبه ازاي نفس الاسلوب بالضبط بس بالنسبة لل .75 طب ال 1.75 دي هقسمهم ازاي هخلي الفيرست ديسمال مع الرقم الصحيح يعني 1.7 وال .05 لوحدة اهو هرجع تاني بقى في الجدول امشي لغاية 1.7 وامشي هوريزونتا لغاية 0.05 اللي هي اهي انا بشاور عليها برضو بشاور لك عليها اهو ليه .4599 شباب شايفينها اوكي هاخد الرقم ده ده الرقم اللي موجود فوق اهو .4599 كده انا جبت الاريا under the curve اللي هي بتربريزنت البروبابيليتي يبقى جبت المساحة كلها معلومة صغيرة التيبل اللي انا بستخدمه اللي هيبقى ذنبول معاك في الامتحان بيوجد البروبابيليتي او الاريا من عند رقم الزد لغاية الوسط لذلك لما جيت احسب دي حسبتها مرة شمال يعني من عند ال-1.75 لغاية الزيرو ومرة يمين من عند ال-1.75 لغاية الزيرو يعني مرة شمال ومرة يمين وبعدين جمعتهم على بعض معلومة دي غاية في الهم هرق انزل معايا اولا قبل ما نقل على المسألة تانية لغاية هنا في اي استفسار من اي حد ارجوك دي اهم حت عندي لو انت فهمتها خلاص الشابتر ده خلص محضرة خلص استصلة قالوا اوكي شباب معايا اي استفسار من اي حد انا معاك احنا نحن بنرسم عليها الجدول ولا لأ بتقول ايه بنرسم عليها يعني احنا اللي جان في الامتحان بنرسم الجدول ده ولا لأ انه جدول جدول تحت جدول تحت ده بيبقى جفن في الامتحان انت بس تيجيب الرقم تقسمه وتمشي في الوريزونتل تطلع الرقم الصغير ده معايا رقفة يعني الورقة دي في الامتحان انت هتلاقيها معاك في الامتحان شايف الورقة ده احنا الورقة دي الجدول ده موجود معاك في الامتحان من ضمن ورقة الامتحان الجدول اللي حرق شايفه بص له يا رقفة هتلاقي الارقام شايف اولا الرسمة بتاعت الجدول بتوجد من عند رقم الوسط دي الاريات كل بخشه ازاي بمسك الزد اخلي رقم from one decimal place ورقم two decimal place الرقم الفيرست decimal place والرقم السكن decimal place هم دول اللي بيحددوا الvalue اللي انا يا اما اجمعها يا اما اطرحها يا اما added تماما لل situations المختلفة فاهمني يا ولدي تماما تعال نحل مسألة تانية تعال نبص على المسألة اللي انا عايزك توجد probability greater than 58 x greater than 58 طبعا رفضت انت شايفت ان انا كتبها مرة باليساوي ومرة مش باليساوي ما تعملش كده في الامتحان انا عامل ده بس عشان اأكد ان normal مش بيفرق معاه في equal وانا مفيش equal كده تمام يا مان تماما دكتور تمام والا اروع ابدأ امشي اللي steps x minus mu over sigma يبقى 58 minus 50 over 4 اهي انا كتبها اهي امسك calculator 58 minus 5 minus 50 it's gonna be 8 8 divided by 4 it's gonna be 2 يبقى z is greater than 2 point double zero زي ما انت شايف هي المفروض طلع باثنين انا كدرتها 2 point zero zero لان لازم يبقى معاك two decimal places لغاية ما انا واقف هنا في اي مشكلة مع اي حد مصطفى عبد الرحمن رقفة دعاء لا يا دكتور حين تمام يا دكتور لازم تعمل sketch تعالى بقى بص انا هعمل sketch sketch ده مش عليه درجة في الامتحان بس sketch ده مهمة قوي يخليك تشتغلها صح انا هنزل على normal distribution عملت sketch اقولي normal distribution هروح عند z بتساوي 2 اذا الرقم بتاع 2 احنا اكبر من 2 اكبر من 2 يعني الحتة الصغيرة دي شباب شايفانها شباب شايفين الجزء اللي انا بشاور عليه هل في مشكلة في انك تحدده شوف كده انا بجيب z اكبر من 2 2 positive فالبالتالي 2 positive دي موجودة في اليمين فروح تراح اليمين عند 2 وروح تمعلم عن حتة اللي اكبر منها يبا دا 2 positive حلو قوي هجيب دي ازاي من الجدول الجدول مش هيدهلك الجدول مش هديك الحتة دي ليه مش هيدين الجزء ده الحتة اللي انا بشاور عليها لان الجدول بيديلك من عند value of z لغاية الوسط يعني من الاتنين لغاية الصفر يعني من الاتنين لصفر يدي الحتة البيضة دي الجزء اللي انا بحضرك ايديه فيه لو انتوا شايفين شايف يديلك الجزء ده بس حتة دي بس بس مش دي اللي انا عايزها انا عايزة عكسها الحتة الصغيرة دي اه بس انت عندك معلومة يا رأفط ان الجزء ده كله point 5 الحتة دي كلها point 5 فبكل بساطة لو انا دخلت قدام الاتنين وجدت الحتة البيضة دي بعدين روح تطرحها من point 5 جبت الجزء اللي انا بتكلم عليه يبقى انا اول استاب هعملها هروح اشوف في الجدول عند اتنين القيمة بتاعت الاريا دي بكام انزلوا معايا شباب للتابل او الجدول تاني جاب دي اللي هو 6.2 طبعا الـ 2.00 مفيش فيها ارقام من 100 فهنزل في الـ vertical لغاية رقم 2 انزل معايا كده لغاية رقم 2 حضركوا شايفين رقم 2 انا علمتلك عليه اهو يا ترى شايفين الرقم تمام 2 ده هاخد اول رقم قدامه اللي هو point 4.772 ده الرقم بتاعي اللي انا هستخدمه دلوقت طب اش معنى ده لان لو طلعت فوق هتلاقي صفار يبقى كده انا واخد اللي اتنين بالزبط الرقم اللي هو point 4.772 بالنسبة للرسمة بتاعتي انا برجع لها اهو ادي الرسمة بتاعتي الحتة دي اللي هي point 4.772 بس مش ده اللي انا عايزه انا عايز الحتة لاجبر اروح اقيل point 5 minus 0.472 يديني الاريا بتاعتي يديني المساحة بتاعتي بالزبط شباب متابعيني اه معايا مين يحل معايا اللي بعدها مين يحب يحل معايا اللي بعدها خلي بالك اللي بيحل معايا بيفهم اكتر اه مصطفى السيد تحل معايا اه عمر واقل تحل انت معايا تمام يا دكتور تعمر بص يا عمر احنا عايزين نحسب probability ان اكس لدن 45 شايفها تمام على طول اول خطوة بدل اكس خليها زي ازاي خلي بدل ال اكس زد هروح طارح من كل value المين واسم على standard يبقى 45 minus 50 over 4 شايف انا كتبها لك اهي اه نسا لما اعمل كده هيديلك negative 5 over 4 يعني minus 1.25 شايفها يا عمر اهي انا بشعر عليها اهي شايف مجرد ما انت وصلت للحتة دي روح اعمل sketch للنورمل انا عملت sketch للنورمل distribution ال negative ده اكيد موجود على ايدك الشمال انا روح تجاه هنا روح تعمل خط كده خلي بالك انا عايز اجيب زد اقل من الخط ده يعني الحتة اللي انا بشاور عليه مش كده برضو ده الاقل منه مش كده تمام الجزء ده الجدول مش هيدهولك وما للجدول بيديك ايه بيديك من الصفر لغاية الخط ده يعني بيديك الحتة اللي انا بحرك فيها ايدي دلوقت لو انت شايفت negative 1.25 ايوه انسى ال negative خليك في ال 1.25 اقسمها الرقمين 1 من 10 و 1 من 100 يعني 1.2.05 انزل معي بقى الجدول انا نزل الجدول اوه هنزل اهو vertical لغاية 1.2 شايف ال 1.2 ايه انا علمت عشان الكل باخد باله اي ادي ال 1.2 علمت عليه اهو بس لسه ال 0.05 هاجي هنا عند 0.05 هنزله لغاية ال 1.2 شايف انا بنزل اوه بالراحة 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 لغاية ال 1.2 اهو الرقم بتاعها ارجوكم كلكم بصوا عليه شايفينه 0.3944 شايفينه 0.3944 هارجع بقى للراحة من بتاعي ادى الشكل بتاعي هاروح اقيل 0.5 minus 0.3944 0.5 minus 0.3944 هاروح مديني على طول 0.1056 تمام يا شباب تمام يا عمر تمام يا عمر طيب تعال احل للمسألة اللي بعدها انا عايز x greater than 53 ولد than 58 تمام يا عمور تمام يا عمور تمام يا عمور اول حركة ابدأ حولهم لزدات ازاي حولهم لزدات هاروح طارح من نوم 50 over 4 اما عملت كده راح مديني من الزي greater than 0.75 and less than 2 شايف اكبر من 0.75 less than 2 هاروح على طول direct على الشكل بتاع normal distribution 0.75 already in the right 2 already exist in right I'm seeking the area in between them هاروح على المساحة اللي between them يبقى ما على طول هاخد 2 0.75 دي الarea in between الجدول مش هيدهالك ما للجدول يديني ايه يديني من عند 2 لغاية الزيرو ومن عند 0.75 لغاية الزيرو هجيب difference between them يبقى from 2 to 0 من 0.75 to 0 هدخل للجدول بتاعي بنفس الاسلوب اللي فات from اجيب الصغير اللي هو عند 0.75 ستانا كده ما ارجع عسنا وانا باتكلم نسية الارقام 0.75 هذا الرقم دا والرقم دا يا ترى كده واضح ادي عندي 2 ودي عندي 0.75 معايا عمر معدرتك يا دكتور الرقمين دول لازم اجيب الفرق بينهم لسبب لانه زي ما انت شايف ده لغاية 2 وده 0.7 انا جبت الحتة البيضة دي وجبت الجزء كله اول مطرحهم من بعض يديني in between them تمام يا عمر تمام يا دكتور يا شباب موضوع normal distribution دا مهم لسبب لانه الفكرة بتاعة normal distribution هو probability continuous هيبقى عليها في final exam سؤال من دركتين او سؤالين كل واحد عليه دركتين في مجموحهم اربعة انت شفت الجزء اللي انا قلته لك ده موجود عليه كمان مسألة موجودة تحت وانا كمان عاملك حاجة حلوة اوى ارجو ان حضرتك تبص تتفرج على المس يعني خش المس اما تخش على المس المرة دي الفيديو فعهولك لكن كمان هتلاقي عندك فيديوهين اتنين انا رفحهم انا مشاور على normal distribution وبحلوا بإدية قدامك live فيديوهين اتنين معايا شباب هم بيكملوا بعض يعني الاتنين بيكملوا بعض الفيديوهين دول كل واحد فيهم اعتقد نص ساعة او اكتر من نص ساعة بحاجة بسيطة تمام ودول هتلاقيهم متحملين عندك على الامة على الامس طيب اوكي perfect اخر جزء في المحاضرة دي عايز اكلمك عليه وده مهم جدا في الشابتر اللي جاي اسمه central limit theory central limit theory طيب central limit theory دي بتقول ايه بتقول انا خلاص فهمت ان normal distribution قدر استخدمه عن طريق زد لأ اكس مينس ميو اوبر سيجما لا ده مش كده وبس ده انا ممكن استخدمه في اني احسب الprobabilities بتاعة الاكسبار يعني اقدر ادرسه في الاحتمالات بتاعة متوسط العينة وده مهم يا عمر يعني ممكن ممكن اجي اقول ايه انا عايز احسب احتمال ان المتوسط بتاع العينة يبقى اكبر من رقم ما او اقل من رقم ما يعني ممكن يدي لك probabilities about sample mean about المتوسط بتاع العينة في الحالة دي انا بحتاج الزد يبقى ده شكلها اكسبار مينس ميو على سجما اكسبار المسائل الوراء كانت اكسب مينس ميو اوفر سجما لاني بادرس probability in general لكن هنا هادرس probability about arithmetic mean يعني هادرس الاحتمال حوالين المتوسط احتمال المتوسط يعني اجا اقول لك عمر ايه احتمال ان متوسط سعر العربية المرسيدس 180C يبقى بين مليون ومليون ونص ايه الاحتمال ده انا هنا درست احتمال متوسط سعره في الحالة دي هستخدم central limiter مثلا عمر وده كلام مهم جدا اقول لك بص ما هو احتمال ان متوسط سعر الدولار هيبقى بين الستين والسبعين الاحتمال ده بكام يبقى انا علشان ادرس الاحتمال ده بوجد متوسط سعر او لو انا عايز احسب احتمال ان متوسط سعر الدولار يبقى بين عشرة وعشرين مثلا يعني لو عايز ادرس ده يبقى لازم ادرسه عن طريق زي اللي هي اكس بار مينوس ميو اوبر لان بادرس بروبابيريتيز ريلاتيف تو سامبل مين حيل وقوي نفس الاسلوب بالزبط اللي انا مشيت عليه فوق هو نفس الاسلوب اللي انا بشتغل عليه تحت بس باختلاف واحد الستاندرد ديفيجن اللي انا بحسبه اسمه ستاندرد ديفيجن اوف سامبل مينز يعني الانحراف المعياري بتاع متوسطات العينات طيب بحسبه ازاي دي الحتة الجديدة فقط بحسبه عن طريق قانونين يا اما سيجما اوفر روت ان يعني الستاندرد على روت ان يا اما الستاندرد على روت ان في ان كابيتل مينوس ان سمول على ان كابيتل مينوس وان طب امت باستخدمه بالطريقة اللي فوق وامت استخدمه بالطريقة اللي تحت تبعا للقيمة بين الان سمول والان كابيتل طيب مين هي الان سمول حجم العينة طيب مين هو الان كابيتل حجم المجتمع عدد المجتمع يعني لو جبت عدد العينة واسمتها على عدد المجتمع لقيت لما عملت الاسم دي طلع رقم اقل من خمسة من مية يبقى انا بتكلم على ان في نايت بيبريش لو جبت الان سمول على الان كابيتل طلع رقم اكبر من خمسة من مية يبقى بتكلم على في نايت بيبريش اشتغل على اللي تحت ده لو انا مديك حجم المجتمع طب لو مش مديك حجم المجتمع اشتغل على فوق على طول شباب حضراتكم تبعيني شباب معايا ألو حلو جدا انزل تعال نشوف مسألة المسألة دي بيقول لك for a sample of size n بيساوي 100 يبقى n small بمية is randomly selected from a normal distribution population with a total size of 500 500 دي اللي هي ال-n كابيتل يبقى دي n small ودي n كابيتل بيقول with population mean 80 يبقى ده مي and the variance is 625 ركز جدا ان ده variance مش standard ده variance يعني actual انا بحتاج standard يبقى standard عبارة عن root 625 يعني 25 يبقى يبقى كده n small بمية n capital بخمسمية المي u ب 80 ال-standard division بخمسة عشر بيقول determine the probability that اول ما تسمع انك بتحسب probability about sample mean تفهم على طول انك تشتعل على central limit يعني هتشتعل على z اللي هي x bar minus 100 على sigma هو عايز يجيبها لزا 75 قبل ما اشتغل لازم اعرف انا هستخدم القانون اللي فوق اللي انا بشاور عليه ولا القانون اللي تحت اللي فوق ولا اللي تحت هعرف منين هقسم n small على n capital فعلا لما اسم 100 على 500 طلع بوينت 2 الرقم ده greater than 05 الرقم ده اكبر بكتير من 5 من 100 يبقى انا في الحالة دي هشتغل على finite preparation هشتغل على القانون الكبير ده تعال نشوف هشتغل ازاي عمر الstandard ب25 ده عبارة عن الروت بتاع 100 ده الروت بتاع 500 minus 100 على 500 نقص واحد ده بالفعل اللي انا عملته اهو direct substitution 25 على روت 100 في روت 500 minus 100 طلع الرقم بتاع sigma اكس بار لو انتو شايفين 2.23 2.23 هروح بقى اعمل probability بتاعتي عايز اجيب probability ان اكس بار اقل من 75 اهي probability اكس بار less than 75 اقلبها عن طريق الز يبقى 75 minus 80 divided by sigma اكس بار الرقم اللي انت لجيبه ده اصبح الvalue دي اللي هي بزد ليه ده negative 2.23 هروح اعمل sketch the normal distribution هروح عند ال negative اللي هو موجود في الشمال احنا اقل منه يعني الحتة الصغيرة دي ازاي احسبها من الجدول هروح جاي بال 0.5 واشيل منها الجزء اللي هو بتاع 2.23 اطلع بقى على الجدول تاني ادي الجدول بتاعي وهبدأ انزل في الز لغاية 2.2 اهي ادي 2.2 وامشي كده لغاية 0.03 اهو الرقم بتاعي 0.03 الهو 0.4871 هنزل اهو direct substitution 0.5 minus 0.4871 يديني البديو بتاعتي شباب هضرككم معايا تمام نعيد اللي انا قلته تاني مسألة جديدة اهي نفسه بالظبط for a sample of size N ب25 يبقى N small ب25 يبقى دا 95 variance 64 يعني standard 8 is improbability that's the sample mean will between 93 and 102 sample mean بين 93 وال 102 ولا اي حاجة قبل ما تبدأ هو انا ميديك N capital يبقى عندك هنا حجم المجتمع مفيش N capital يبقى انا هشتغل على طول انه infinite preparation يعني sigma x bar sigma over root n يبقى اذا دا معناها 8 divided by 25 هيتطلع لك 1.6 يبقى دا sigma x bar الو 1.6 هنزل لان الجدول بتاعي يبقى اذا x bar is greater than 93 less than 102 يبقى 93 minus 95 over 1.6 ادي z 102 minus 95 over 1.6 يعني دا معناها ان z is greater than minus 1.25 less than 4.3 75 هخش الجدول كده normal distribution واحدة في الشمال واحدة في اليمين يعني هحسب مرة عند 1.25 وهحسب مرة عند 4.3 75 لما اطلع في الجدول اللي معايا فوق هلاحظ ان ال 1.25 already exist اللي هي 0.39 double 4 لكن z اللي هي بربعة وكسور مش موجودة في الجدول دا الجدول اخره 3.09 3.09 اللي هو الرقم دا كل اللي عليك تعمله تاخد الاخير دا يعني تاخد 0.4 double 9 يعني لو الvalue بتاعة الزد اكبر من الجدول اخد اخر رقم في الكعب خالص رقم في الجدول بتاعة خالص هجمع 0.4 double 9 0 على 0.39 double 4 كده جبت الprobability بتاعتي شباب متابعيني عندك مسألتين اتنين ارجوك حلهم وصم method on illness وارفحهم على ال illness او حلهم وعملهم على teams انتو عددكم مش كبير بس اللازم تحلهم لو لاحظت المسألة الاولانية هيسألك على probabilities over random variable طبعا بيسألك على probabilities about x لذلك دي هتشتغل على زد بتسوي x minus mu over sigma لكن بص على المسألة number 2 هتلاقي بيسألك على x bar will fall between 140 and 165 x bar will fall يعني بيسألك على sample mean دي هتشتغل على الزد اللي هي x bar minus mu على sigma x bar شباب متابعيني سمعيني تمام دكتور هو معلش القصائمين اللي فات هو ممكن تعمله وترفعهم القصائمين ده وممكن تبعته على teams أو على lms انت عددكم مش كبير وانا قابل اي حاجة في الاتنين تمام اوكي انا هكتفي بالقدر ده النهارده مش هزود عليك اكتر من كده علشان انا عارف طبعا انت حنت الصبح فمش عايز ازود زيادة عن كده كفاية عليك كده انا اهو والمرة اشتركوا في القناة